السلام عليكم اسمعوا هالقصة العجيبة والغريبة اللي حصلت في سوريا وتحديدا في محافظة ريف دمشق في مدينة دومة عام 2009 الله يسلمكم القصة لرجل خلينا نسميه أبو محمد أبو محمد هذا رجل يعيش في مدينة دومة التابعة لمحافظة ريف دمشق ومدينة دومة معروفة فيها بساتين وفيها مزارع في محيط المدينة ومنطقة جميلة جدا الرجل هذا أبو محمد حاله حال أبناء المدينة هذه والقصة طبعا بدايتها في الثمانينيات خلينا نقول الرجل هذا عنده أرض زراعية والأرض الزراعية بحاجة إلى بئر فقام الرجال هذا حفر بئر عربي وظل يحفر إلى مسافة أربعين متر لحد ما قدر يوصل إلى الينابيع الجوفية والأمور مشت ورجال بعد ما حفر البئر ركب عليه ماتور مي على الديزل يشتغل هذا الماتور وبدأ يزقي هالأرض ويزرع والأمور عال العال وأبو محمد هذا الرجل متزوج من أم محمد أم محمد امرأة بسيطة وعادية وعايش هو وياها وعنده أبناء اثنين محمد وأحمد والرجل هذا أبو محمد عايش في حوش على الطريقة العربية يعني سور معمر وثلاث أربع غرف معمرات حد بعضهم يعني ما هو مثل الشقق الداخلية والبير اللي حفروا أبو محمد داخل الحوش هذا في إحدى الزوايا وبعد ما ضبطت الأمور وركب ماتور المي هذا عليه وركب طرمبة المي هذه اللي اطلع المي غطى وجه البير هذا وكان وجه البير يعني خلينا نقول متر بمتر البير عربي وطريقة النزول على البير هذا مسوي مثل الدعاسات على جانب البير يعني ينزل مثل وهو نازل على السلم المهم بعد ما غطى البير هذا وتروح الأيام وتمر لسنين والرجل يستخدم هذا البير في يوم من الأيام يتوفى أبو محمد رحمة الله عليه والأبناء هذول أكبروا شوي وصاروا هما يديرون شؤون البير هذا والأرض الزراعية اللي يورثوها من أبوهم وبدأوا يعني تابعوا مسيرة أو والدهم الله يرحموا كذلك مرت عدة سنوات بعد وفاة أبو محمد إلى أن وصلنا إلى عام 2009 الشباب هذولا اكبروا محمد عمره 24 سنة والولد أحمد عمره 19 سنة وفي هذه السنة البير ما عاد يطلع المي اللي كانت اللي كانت طلعها في السنوات السابقة والظاهر أنه صار يعني وقع فيه بعض الأتربة وبعض الحجارة وكذا لأنهم كانوا يكشفونه بعض الأوكاد فالظاهر واقع فيه أكياس نايلون وشغلات فقرر محمد وأحمد فيها ذاك اليوم أنهم يعزلون البير هذا من الشغلات اللي واقع فيه ويشوفون شنو فيه داخل هالبير وليش المي ما عاد يم هالقبر وصاروا هالأخوان الاثنين يفكرون أنه شلون ودهم ينزلون على البير لأنه الدعاسات اللي كانوا مسويها والدهم الله يرحموا كانت متآكلة بسبب يعني السنين والأيام اللي مرت عليها والرطوبة اللي فيها البير وهم ما نزلوا ولا مرة على أرض البير أو على قعر البير عن طريق الدعسات هذه وصار كل واحد يطرح فكرة على الثاني فقاموا اتفقوا على فكرة أنه يجيبون رافعة مصنوعة بشكل يدوي والرافعة هذه عبارة عن مثل يعني يجيبون زوايا حديد ويلحمونها ويضبطونها مثل لما كانوا يحطونها على الأبيار قبل وينزلون فيها الحبل والدلو وعن طريق اليد وفعلا عجبتهم الفكرة واتفقوا عليها وقاموا وراحوا وفصلوا وحدة من هذه الرافعات اللي يحطونها عادة على الأبيار العربية وفصلوها وجهزوها وجابوها وجابوا حبل معدني الحبل المعدني علشان يتحمل ثقل هذا الشاب اللي وديه ينزل بعد ما ركبوها والأمور تمام التمام ناموا والمغرب وأصبحوا الصبح اطلعوا مع شقة الضوء أو مع طلوع الشمس ويقوم الولد هذا الصغير أحمد ربط نفسه في الحبل هذا وأخوه محمد ماسك المنويل هذا تبع الرافعة علشان يبدأ ينزله شوي شوي وفعلا بدأ ينزل هذا الولد أحمد شوي شوي لحد ما وصل إلى أرض البير لما وصل إلى أرضية البير ناذى على أخوه محمد قال أنا وصلت وطبعا كان مسويين مثل مصطبة أو شيء مرفوع عن المي أبو محمد لما حفر البير كان مسوي مكان يقدر يوقف فيه بعيد عن المي هذا الكلام داخل البير على عمق تقريبا 30 متر المهم الولد هذا لما وصل قام فك الحبل المعدني هذا عنه أو نادع الأخوه قال أنا وصلت والأمور تمام التمام وكان معاه كشاف الولد هذا لأنه الوضع في داخل البير معتم ما فيه إضاءة فبدأ يستكشف شنو في البير وجد في بعض الأكياس وشغلات الواقعة فيها البير إلا أن الولد هذا يعني بعد أربع خمس دقائق هو قاعد يتفحص البير صار يعني ينادي على أخوه بصوت يعني ما هو مضبوط محمد واقف فوق على سطح البير وفي البداية محمد صار يسمع صوت أخو أحمد إلا أن الصوت شوي شوي صار يضعف ينادي عليه يا أحمد يا كذا أحمد ما عاد يرد ولا عاد فيه صوت يا فلان يا كذا لا حياته لي من تنادي الولد هذا ويقوم ينادي على أمه أمه محمد فتي يعني ماشي حاله وعزمها قوي نادى على أمه وقالها تعالي ودي أنزل أشوف أخوي أحمد شنو صار عليه ويقوم يربط نفسه كذلك في الحبل وينزل في البير وأمه محمد هي اللي ماسكه المانيفيل أو المنوي لهذا اليدوي وصارت تنزل محمد شوي شوي الحد ما وصل محمد لعند أخوه أحمد وأول ما وصل كذلك علشان يقدر يتحرك والأم تلبكت فوق قام فك الحبل هذا المعدني عنه وإلا يلاقي أخوه مغمى عليه والولد نبضه ضعيف جدا صار يحاول يساوله تنفس اصطناعي يساوله كذا والأمه أمه محمد من فوق تصيح هاي محمد أحمد شنو وضعه الولد في البداية صار يقولها أنه الولد يعني مغمى عليه وإن شاء الله أموره تمام وقاعد أساوله تنفس وأمه محمد المسكينة واقفة على البير وتنتظر وتترقب شنو لودي يصير أول دقيقة والثانية أربع خمس دقائق عشر دقائق هاي محمد يا أحمد ما عاد في صوت لا محمد ولا أحمد الظاهر كذلك هذا الولد أغمي عليه والمسكينة هذه أمه محمد شنودها تسوي تلبكت صارت تبشي ويقوم يخطر على بالها واحد من أخوانها منزل أخوها قريب منهم وتقوم تطلع تركض ساعة تقع ساعة تمشي ساعة تقوم المهم وصلت لعند بيت أخوها داخل على الله ثم عليك خير يا أمه محمد شنو اللي صاير قالت الولاد أغمي عليهم في البير وشنو منزلهم على البير يا منت الناس وقالت له والله افزع الآن مو هو وقت اللي بعاته بوقت السوالف أو يفزع الخال هذا خلينا أنسميه مروان مروان هذا رجل كذلك إنسان بسيط وعادي متزوج وعنده ثلاث أربع أبناء ويعيش في المنزل البسيط هذا بجوار منزل أخته أمه محمد وفزعت أخته رجال يعني فزع وجه على البير إينا دون يا محمد يا أحمد يا فلان ما حدا يرد والحل يا مروان هذه أمه محمد بس تبشي وتلط على حالها وتلطم وتقول له داخله على الله ثم عليك يا أخوي إنك انزل شوفهم شنو اللي صاير عليهم يا بنت الناس شنو أسوي ما أسوي ويقوم الرجال هذا يتشجع وشاف أخته يعني في وضع سيء وبس تبشي وحزينة على أبناءها قالها خليني أربط نفسي في الحبل ونزليني شوي شوي وينزل هذا الخال وأمه محمد تنزلوا شوي شوي في هالبير الحد ما وصل هايا مروان قال لها الولادة اثنين ميتين أو أنه يعني مغمى عليهم انصدم الخال هذا لما شاف المنظر وقال لها خليني أربط واحد منهم وأسحبيه أنت بال الرافع اليدوية هذه ربط واحد منهم ولكن المسكينة هذه أمه محمد كانت منهارة يعني امرأة ما تقدر ترفع وكان الولد هذا وزنه ثقيل اللي ربطه الخال تحاول ترفع تحاول تفتل هذا الرافع ولكن بدون جدوى يا ممحمد أرفعي ما تقدر شوي بعد أربع خمس دقائق أو عشر دقائق من المدابلة هذه على أرفعي وأرفع وأرفع صوت الخال بدأ يختفي تنادي أمه محمد يا مروان يا فلان ما في صوت والمسكينة هذه أمه محمد ما تعرف شنودها تسوي كانت أبو ولادها صارت أبو ولادها وأخوها المسكين هذا مروان تلبكت المرة وين ودي أروح وين ودي أجي قالت ما لي إلا أني أطلع على هالشارع وأبدأ أصرخ وأصيح وفعلا تطلع أمه محمد على هالشارع أفزع ويا ناس ياهي وتفزع سكان هالقرية أو سكان الحي هالبيوت المجاورة وهالمزارع على صوت أمه محمد بدأت الناس تجي خير يا محمد شنو اللي صاير قالت أخوي مروان وولاد اثنين في البير شنو اللي صاير قالت نزله في البداية الأبناء الاثنين وما عاد لهم صوت اختفى صوتهم وروح تفزعت أخوي وكذلك نزل عليهم وهو الثالث ما عاد له صوت السكان الناس اللي فزعت على أمه محمد عرفوا أنه الثلاثة هذول إما أنه مغمى عليهم أو أنهم ماتوا بسبب نقص الأكسجين لأنه البير هذا غميق وضيق فقام واحد منهم اتصل على الدفاع المدني لما حضر الدفاع المدني ونزلوا الأشخاص المختصين في هذا الموضوع نزلوا على أرض البير وإلا الأشخاص الثلاثة متوفيين أحمد ومحمد والخال طلعوهم من البير في يعني حاولوا يقدمون الإسعافات الأولية تنفس إصطناعي إلا أنهم كانوا مفارقين الحياة وبناء عليه تم إبلاغ الجهات الأمنية وحضر رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي لأجل يشوفون لربما أنه هالأشخاص هذول يعني حدا تعمد إنزالهم في البير أو كذا ونتيجة التحقيقات واستجواب أم محمد المسكينة هذه اللي فقدت أبنائها الاثنين وأخوها تبين لرجال الأمن أنه القصة ما فيها شبهة جنائية وهذا قضاء الله وقدره والله سبحانه وتعالى كانت لهم أنهم يموتون الثلاثة في نفس اليوم ونفس البير ونفس المكان ولما جاء تقرير الطب الشرعي تبين أنه سبب الوفاة هو نقص الأكسجين في هالمكان العميق هذا ولاموا أم محمد أنه يعني شلون تخلينهم ينزلون وكذا قالت يعني أنا شنودي أسوي هذا قضاء الله وقدره وسلموا جثث لأقارب أم محمد والأم محمد وكان هذاك اليوم يوم أسود على أم محمد اللي فقدت فيه أبناء أهل اثنين وأخوها ودفنتهم في نفس اليوم كانت هذه نهاية القصة المأساوية لأم محمد وأبنائها وأخوها لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه